تلقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تلقى تهنئة من سعادة الشيخ دعي بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل جاء ذلك بمناسبة فوز المهرى شهامة بالمركز الأول لفريق KHK لسمو الشيخ خالد بن حمد في الشوط الرئيسي في السباق التحضيري الألف جينس الإمارات لمسافة 1400 متر على المسار الرملي والذي يقيم على مضمار الميدان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مدينة دبي وأوضح الشيخ دعي بن سلمان أن الدعم والاهتمام الذي يحظى به فريق KHK من سمو الشيخ خالد بن حمد أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير والذي يؤهل المهرى شهامة للمنافسة القوية في كارنفال دبي العالمي للخيل وكده أن دعم سموه المتواصل سيزيد من مكانة الفروسية البحرينية في المحافل الخارجية وتأكيدها الدائم على تحقيق الانتصارات في المحافل العالمية الكبرى وأشهد الشيخ دعي بن سلمان بجهود المدرب فوز ناس في تأهيل المهرى شهامة بأفضل صورة وتأكيد جدارتها في السباق وجاء فوز المهرى شهامة بالمركز الأول بعد منافسة قوية في الشوط في ظهورها الثاني واستطاعت أن تنهي السباق بأريحية في الأمتار الأخيرة بعد تقدمها بسرعة عالية نحو خط النهاية محققة فوزها الثاني في ثاني مشاركاتها على مضمار الميدان فوز شهامة اليوم فوز طيب طبعا كي اتش كي ريسين بغيادة سمو الشيخ خالد بن حمد مثل البحرين أحسن تمثيل وإن شاء الله أنها سنة خير على الجميع إن شاء الله والله هذه اللي سلمك فرس طبعا أدت أداء ممتاز في سباقها الأول مشاركة لها هنا في ميدان في سباق الميدن وكنا نتأمل منها خير واليوم طبعا نترايل القنيز يعطينا فكرة أكبر حق القنيز والفرس طبعا مثل ما انتعارف هي تحب المسافات الأطول كل ما تكون المسافة أطول بيكون أنسب لها فسبعة فوررنج اليوم أدت أداء طيب وإن شاء الله في المال بتكون أداءها نفس الشيء ترجمة نانسي قنقر